بشكل مفاجئ أعلنت السلطات العراقية إلغاء حفل الفنان المغربي سعد المجرد وده بعد محاول متظاهرين اقتحام مقر الحفل القصة بدأت لما تجمع عدد كبير من المتظاهرين وفي مقدمتهم عدد من رجال الدين أمام مدينة سندباد لاند في العاصمة العراقية بغدال وده احتجاجا على إقامة الحفل مش بس كده لأدى المحتجين كمان صلوا قدام باب المدينة الطرفهية اللي المفروض كان يتعمل فيها الحفل ورفع المحتجين أعلام ورددوا شعارات دينية خلال محاولتهم اقتحام مكان الحفل وفي أول تعليق للجهات المنظمة للحفل عن الإلغاء قال أحد المنظمين في تصريحات صحفية إنهم ألغوا الحفل حفاظا على حياة الناس وحياة الفنان سعد المجرد وده بعد ما حاولت مجموعات عشائرية اقتحام المدينة وقال كمان إن الخسارة المالية تقدر بنصف مليون دولار بعد ما تلاغت خمس ألاف بطاقة دخول واخلال الساعات اللي فاتت اتصدر اسم الفنان المغربي معاقع تواصل اجتماعي ومحرجات البحث وده بسبب تصريحاته عن الفنانة الكبيرة نبيل عبيد وعبر الفنان سعد المجرد عن إعجابه الشديد بالفنانة الكبيرة نبيل عبيد وقال إنها كتير بتقدم لي الدعم وإنها بتتفاعل باستمرار مع أعماله وأغانين وقال الفنان المغربي سعد المجرد إنه بيتمنى مشاركة ثلاث سائدات معه في كلباته وهون الفنانة مونة واصف والدته الفنانة نبيل عبيد